بارح كنت بتكلم معاكم عن لعبين وقعوا لنادي الزمالك رغبات مبدئية للانضمام للفريق النهاردة هقول لكم اللعبين اللي وقعوا على رغبات مبدئية للانضمام للنادي الاهلي وعشان اوضح تاني معنى انها رغبات ده مش انتقال نهائي عشان الرغبات دي فاضلها ايه فاضلها اولا موافقة النادي اللي اللعب يلعب فيه لسه ما حصلتش ممكن ما تحصلش فالرغبة يبقى بلا قيمة الحاجة التانية انه النادي لما بيجي الاهلي مثلا لما بيجي عشان الاهلي النهارة اللي هنتكلم عنه الاهلي لما يجي يوقع مع لعب هو ممكن يكون بيوقع معاه من حيثه ايه بقى انه اضمانه الاول ممكن يجي يتفاوض مع لعب افضل منه في افرادك يا مثلا او في لعب اجنبي فيقولك لا خلاص الامضة دي انا مش عايزها واللعب مش هيكمل معايا ويشوف مستبله ايما مع فريقه ايما يروح فريق اخر فعشان كده بحب اوضح قبل ما اخش على الاسماء التوقيع المبدائي الرغبة مش معناها انتقال رسمي تعالوا نشوف اول الاسماء شادي حسين مهاجم فريق سراميك لوباترا وقع على ورقة رغبة بالانضمام للنادي الاهلي خصوصا ان النادي الاهلي متمسك بالتعاقد مع اللاعب بداية من الموسم الجديد وقد يدخل احمد ياسر ريان ضمن الصفقة على ان ينتقل الاسراميكا اعارة لمدة موسم اذا لم يطلب ريكاردو سواريش استمرار محمد حمدي زغير ايسر فريق بيرامدز ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجالي وقام في الفترة الماضية بالتوقيع على ورقة رغبة بالانضمام للنادي الاهلي وقد يكون اول الصفقات الحمراء في الانتقالات الصيفية خصوصا انه سيكون صفقة انتقال حر احمد توفيق لعب قد تواصلت نادي بيرامدز ينتهي عقده بنهاية الموسم الجالي ولم يقم بتجديده واستغل مسؤول الاهلي هذا الامر وحصل على توقيع اللاعب خصوصا انه رحب بارتداء القميس الاحمر في وجود شقيقه اكرم توفيق مصطفى الشربي لعب قد تواصلت نادي امبي خطف انظار القرع الحمراء بعد تقلقه في الموسم الجاري وقام الاهلي بالحصول منه على ورقة موقع برغبته في اللعب للفريد احمد لكن يحتاج الاهلي ليقنعه او ليقنع ادارة امبي بالتخلي عن اللعب احمد عاطف مواجم فريق فيوتشر متقلق بشدة يا زي الموسم وقع للاهلي على ورقة تفيد برغبته في اللعب بالنادي الاهلي ويحاول مسؤول الاهلي في الوقت الحالي اقنع ادارة فيوتشر بالتخلي عنه وقد تتم الصفقة بشكل تبادلي بين الناديين بحيث ينتقل عاطف للاهلي ويحصل فيوتشر على صلاح محسن او رامي ربيع مصطفى الزناري مدافع فريق طلاع الجيش وقع للاهلي منذ فترة لكن اللعب اشترط على مسؤول القراء الحمراء انهاء الامر مع ادارة الطلاع وبالفعل شهدت الايام او تشهد الايام الحالية مفاوضات بين ادارتين الناديين لاتمام الصفقة نفس الامر على عمر السيسي لعب خط وسط نادي طلاع الجيش سيناريو مصطفى الزناري بالزبط حصل الاهلي على توقيعه لكن نزل ارتباطه بعقد ممتد مع طلاع يحتاج لقاطع شوطا طويلا من المفاوضات للحصول على خدمات اللعب ده بقى المفاجأة دي بقى المفاجأة الكبيرة يعني دي المفاجأة اللي ما كانش اسم في الحزبان خالص ما حتش كلم عنه خالص دي مفاجأة رقم عشرة اللاعب اللي اقول لكم عليه ده دي مفاجأة رقم عشرة اللاعب الاهلي بيخلص معا دانيال ايدي النجير الشاب لعب خط وسط فريق الجونة لازي يبلغ من الروم العشرين عاما تم ترشيحه من جانب وكيه اللاعبين مكرر من الإضاءة الحمراء وبالفعل حصل الاهلي على توقيعه خصوصا وانه يقال عنه خليفة المالي الليو ديانج لعب موهوب لعب قوي لعب لي مستقبل كبير جدا لسه كمان هشام صلاح الزايل ايمان لنادي للتحدي اسكندري حصل على اعجاب مسؤولي الاهلي ووقع للنادي على رغبة بالانضمام للقارة الحمراء ولكن يحتاج الاهلي للتفاوض مع مسؤولي زعيم الصغر لإتمام الصفقة خصوصا وان اللاعب ينتبقى له مسلمين في عقده ايضا الحارس محمد صبحي حارس مرمى نادي فاركو ووقع على ورقة رغبة بالانضمام للقارة حتى يستفيد منها النادي الاهلي واضغط بها على ادارة فاركو خلال مفاوضاته للحصول على الحارس الدولي بشكل نهائي مرة اخرى بكرر التوقيع على رغبة لا يعني الانتقار رسميا لابد من موافقة نادي كل لاعب لو ما خلصت معنا دي فلازم النادي يوافق لو النادي موافقش وكأن الرغبة دي يعني ما حصلتش مفيش بس أنا بقول لكم المعلومة الضخرة بس يا موقت تخدها مني تقول ايه كريم خاصة اللاعبة دي راحت الاهلي لا ما قلتش كده قلت انهم وقعوا رغم ابداية الباقي لسه بقى الاهلي يخش في المفاوضات مع الاندية ويشوف هيقدر يخلص مين